اشتركوا في القناة حين في ترقوك رغم ان ادارة المحافظة عملت على ايجاد مكان ملائم لهم العام الدراسي الجديد تم تأجيله لمدة شهر كامل وفق قرار رسمي من وزارة التربية العراقية كي يكون اول يوم للعام الدراسي في الثاني والعشرين من تشرين الاول بدلا من الثالث والعشرين لشهر ايلول الجاري اتخذت وزارة التربية هذا القرار لكافة المحافظات العراقية عدى اقليم كردستان بسبب نزوح مئات الالاف من مواطني المحافظات التي تشهد توترا امنيا واضحا في بعض المحافظات العراقية واتخاذ تلك العوائل النازحة المدارس ملاذا امنا لهم التأثيرات السلبية الامنية في عدم انتظام اسكان العوائل النازحة صرح بها رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة كاركوك قائلا ان الامم المتحدة تماطل في انشاء مخيم خاص للاجئين بيكاركوك بقرار الجنة الامنية العلية وكذلك بتنسيق مع حكومة مركزية في بغداد وكذلك مع منظمة امم المتحدة هناك اعداد مكان لجمع هؤلاء في مخيم وطبعا هذا المواطلة الامم المتحدة دون اسراع في العملية التجمع هؤلاء النازحين اشغال دوائر حكومية وكذلك المدارس مسألة لها اولوية طبعا يتم اولا اخلاء هذه الدور والمدارس والابنية امنيا طبعا هذا يشكل خطرا تأثير الخطر اللي يمكن يستغل الداعش الارهابي ومنظمات ارهابية اخرى يتسلل تحت اسم هؤلاء النازحين يتسللون الى مناطق الامنة احد اعضاء مجلس محافظة كاركوغ قال ان الاهمال واضح من قبل الحكومة العراقية والامم المتحدة ايضا للتعاون مع الحكومة المحلية بكاركوغ لانشاء مخيم للاجئين مضيفا انه قام بانشاء مخيم يسع لمئتي عائلة نازحة بالتعاون مع ادارة المحلية مؤكدا ان ادارة المحافظة والمجلس سيتخذون اجراءات اخرى وفي حال عدم اكتمال المخيم الذي يقوم به الامم المتحدة هناك اهمال من قبل الحكومة المركزية للتعاون مع الحكومة المحلية لانشاء مخيم وهناك اهمال من امم المتحدة نفسها في انشاء مخيم للاجئين شهرين فقط وعود قبل يوما اجتمعنا مع السيد المحافظ بحضور المتحدة وسيد المحافظ انذرهم وقال لهم خلال اسبوعين اذا لم تباشروا فنحن لدينا اجراءات اخرى انتظر ثاني هناك مخيم انا اقوم بها منذ شهر وعضو مجلس اكملت المخيم ليتسع لمئتين عائلة ينقصها الكارباء وحفر البير وايضا وعلنا السيد المحافظ باكمال الكارباء وحفر البير معاون محافظ كاركوغ للشؤون الفنية قال كنا نأمل ان لا تلتزم الامم المتحدة بالامور الروتينية لانشاء مخيم خاص للاجئين ولكن الروتين حال دون ذلك مضيفا ان ادارة المحافظة وعملت ما عليها لاجاد مكان ملائم للنازحين نحن كنا نأمل ان تكون ان لا يلتزموا كما تلتزم الادارات بتعليمات تنفيذ العقود في اجراءات الاحالة والفتح لكن ايضا تبين بان لديهم اجراءات كبيرة نحن كادارة كاركوغ من الناحية التي وقعت على عاتقنا بخصوص الاتفاق مع الامم المتحدة جميعها انجزناها ونحن بانتظار ان يباشروا عمالهم ونعمل ان تجهد الاسابيع القادمة البدء فيه والسروع بهذا المزع ألغورد حسن فضائية كاركوغ